الكيش ده من المطبخ الأمريكي هو عبارة عن يعني يعتبر من المعجنات أو يعني نفس فاكرة التارت بس على الحادق يعني بس طبعا المقادير مختلفة تمام والحشو هنا أنا عملته نباتي يعني بالسبانخ وبالمشروم وبالجبنة النباتي وحطت شوية بشمال كده نباتي ورشيت الجبنة على الوش نقول بقى المقادير كلها الأول نقول المقادير بالنسبة للكيش احنا لو عايزين نعمله بطريقة صحية أكتر احنا حنستخدم 150 جرام دقيق عادي بتاع متعدد الأغراض وحنستخدم 150 جرام من الديقيق الأصمر تمام حنستخدم 140 جرام زبدة نباتي زورة ملح يعني نوص معلقة ملح ومعلقة سكر بودرة صويرة علشان بس نقدر يعني العجينة تحمر تبقى لطيفة كده وقد إيه دقيق أصمر 150 جرام دقيق أصمر برضو 150 دقيق أصمر وزرة ملح بزداء معلقة سكر بودرة بزداء معلقة كاملة معلقة صغيرة حلو طيب ومعناش و40 جرام زبدة 140 جرام زبدة 140 140 جرام زبدة نباتية زبدة ما ينفعش زيت ممكن في الكيش ممكن استبدالها بالزيت بس هنقليلي الكمية هنخليها مثلا نص كباية اللي هو تقريبا 120 ملي ليه الفرق ما بين الزبدة والزيت الزيت سائل يعني لم يبقى كتير بيخلي العجينة سائلة بزيادة طيب ويهة 140 جرام زبدة أنا أحطوهم درجة حرارة الغرفة أو أحطوهم مجامل دين حضرتك بقى الطريقة هذه المقادير بتاعتنا إحنا الزبدة هنقطعها مكعبات صغيرة وحنحطها في الفريزر تتسقع والمية برضو لازم تبقى متلجة في الفريزر لهم 90 ملي 90 ملي حاجة في الكتشن ماشين هحط الدقيق وعليه السكر والملح وهحط الزبدة بعد ما اتجمدت يعني سائعة يتبقى خالص هتتضرب عادي جدا وبعد ما تتحول الزبدة لحبيبة ترملة في الدقيق هو ممكن نعملها بأدينة بس بتبقى أسعب شوية بس في الكتشن ماشين بتبقى أسهل طب هي احنا هنجمدها يعني هتبقى حاجة يعني صلبة جدا ولا تسقع لا توصل يعني مش قلم نص ساعة في الفريزر مثلا لا توصل إن أنا لما دوس عليها هتبقى لأ نشفة مش وغل ما كانت صباية لا مش حيطغة صباية عليها لا تبقى فعلا التلجة كويس والمية تبقى ساعة والمية تبقى ساعة مش متلجة يعني مش تلج مش تلج لا تبقى مسلجة يعني خلاص ساعة جدا بالضبط كده أول ما الزبدة تتضرب مع الدقيق هتبقى عاملة زي الرامل كده في الدقيق ممكن في ساعة يعني ننزل عليها المية هي ضربة واحدة مش أكتر وبعد كده نفرض منزل الدقيق مش هتبقى العجينة لمت خالص إحنا هنلمها بأدينا لأن إحنا لو فضلنا نضرب في الكيتشن ماشين العجينة مش تبقى حلوة هتبوز مننا يعني لازم تنزل كده ونلمها بأدينا على الرخامة أو على مفرش سيلكم مش أنا حطيت كل كمية دقيق بالضبط تمام وبعدين بحط عليهم الملح والسكر بالضبط وبعدين بعد ما بضربهم بالزبدة بحطت عليهم الزبدة تمام أنا بقى معي أضرب قد إيه لغاية ما حست أنه خلاص الزبدة بقت زي الرامل بالضبط في الدقيق ما بقتش كيوبس كده ما بقتش قطعة كبيرة لأ هي تفتفتت خلاص في الدقيق تمام وبعدين أقوم حط الميا بالضبط هي ضربة واحدة وبعدين أنزل الخليط ده أبتدي بإيدي يعني خلاص بقى أقلمه كده لما خفيفة وأسيبه في التلاجة يرتاح ساعة مثلا وبعد كده بفرده بالنشابة عادي جدا هو أشكله هيبقى أعمال إزاي قبل ما أحطه في التلاجة يعني القوام عجينة متماسكة تمام هيبقى عجينة متماسكة بس مش هتبقى زي عجينة البيتزا مثلا لا عجينة البيتزا بتبقى طرية معينة الأهوة هيبقى عجينة متماسكة اللي لو أنا فردتها ممكن تتشقق مني هي مش هتتشقق هي هتتفرد هتبقى على الأد بالزبط قبل الفرد يعني لا هتتفرد تمام البيتزا بتبقى شوية طرية ممكن تكون في مرحلتنا بتلزق كده أو قبل ما تخمر يعني وده ما فيهوش خالص أي نوع خميرة يعني لا خميرة ولا بكين بودر ولا أي حاجة خالص بس إحنا رايحنا العجينة هنفردها من الشابة هنجيب أي طارت عندنا أو أي سنية يعني يبقى ارتفعها معقول ونفرد العجينة ونحطها في القلب ده ونبتدي نشكلها يعني نزبط العجينة بالزبط نسكنها في القلب بتاع الطارت هنا قبل الحشوة لازم أحطها في الفرن مثلا مش قليل من 15 دقيقة على درجة حرارة 180 تمام الأول هخرم العجينة هخرم القعدة ولو عندي متاح عندي بقول مثلا فول فاصولية هحط ورق زبدة وهحط عليها طب ما هي كده كده ما فيهاش أي مادة رفعة ليه خرم ما هي كده كده مش هتعله بس هتعله أه هتخليها تعليه فعلا زبدة الوحدة من غير بيد ولا خل ولا بيكي بودر ولا محسنات كيك ولا أي حاجة لأن المية اللي بتتبخر من الزبدة بتعمل على رفع العجين الزبدة فيها نسبة مية تمام فالمية لما تتبخر من الزبدة بتعمل على رفع العجين فعشان العجين يعني شكله ما يتغيرش وما يعليش فبنخرم بالشوكة بنخرم القعدة بتاعته وبيدخل الفرن ربع ساعة على درجة حرارة 180 ابتدأ يحمر معنا بنتطلعه بنكون مجهزين الخلطة دي بقى الخلطة اللي هي الجوة بقى دي عبارة عن بصلة بنشوحها بشوية زيت صغيرين وبننزل بمعلاقة توم مفرونس وننا وبعدين بننزل بالمشروم عندنا شريح مشروم وبعدين سبانخ فروزن سبانخ مية جمدة أنا فكتها وبتتعصر مش الخضرة يعني بعصرها من المية أوكي وبتتضاف بعدما المشروم بيتقلب شوية يبتدي يدخل في مرحلة السوى سنة حط عليها السبانخ طب ليه ما عملهاش فراش يعني ليه فروزن الفراش بتنزل مية كتير جدا أي ما أنا ممكن أعملها يعني أعملها فراش عادي في وقتها على النار وتنزل ميتها وعادي وتبقى من غير مية ومحطاها ممكن تتصفى تتصفى وتتحط أوكي بس يعني أنا دي الطريقة اللي أنا بعمل بس أنا جربت التازة بتعود تنزل مية كتير جدا علشان آه وبتكش جدا فده اللي خلاني أستعمل الفروزن في القصة دي يعني طب وطعمها حلو الفروزن في السبانخ مش حتى تفرق تمام اوكي أنا خلصت الخلطة بتاعت السبانخ والمشروم بيبقى عندي نص كوباية بشمال سيومي عادي اللي هو شوية دقيقة بزيت بحط عليه أي لبن نباتي حلو متاحا دينا سواء باودر سواء لكويد أي حاجة بتضيفها عليه بقى مش شوية بشمال سوارين وبضيفهم على الخليط ده باجي بقى بروح حتى شوية متزرلة سيومي على الخليط ده بحطها على قعدة بتاعت الكيش بيبقى عندي الارتفاع ده فبيبقى عندي مساحة أنه نحط الحشوة وروح ترشع على وشها الجبنة المتزرلة السيومي ودخلت الفرن واستوت وطلعت كده طيب قبل بقى ما نحط الحشوة تماما أنا مفروض أن أنا بسيبها حضرتك قلتلي 15 دقيقة على درجة حرارة 180 طب لو هنفترض أنه الأفران مش عند كل الناس بدرجات أطلحها ويا شكلها ازاي أتباحة بقى أنا مع حضرتك في كده فعلا كل الأفران حتى لو خلفة بالزبط وانس إنها بتدت تحمر أدخل أحيس أنها دخلت في مرحلة السواء ابتدى العجين يحمر وحبصة لقيه برضو الحروف بتكش معي شوية يعني كده بتدت تدخل في مرحلة السواء يعني بداية الحمرار ما استناش تغلت متحمر قوي أو تبقى لأني حدخلها تاني لأني حدخلها تاني بالحشو بتاعها حلو لما حدخلها تاني أسيبها جوة قد كده كده كل حاجة مستوية بالزبط وانس إن هي أحمرت خلاص أنا بطلح بطلح مش عايزة تحط الجبنة ينزيه أوبشن يعني لو هما مش حبين أو مش متوفر فممكن بالحشوة النباتي دي بس هيبقى برضو لطيف جدا وممكن نحشي أي حشوات تانية أنا عملت الحشوة دي لأن المشروب هنا غني بالبروتين وإحنا ما عندناش مصادر بروتين طعمه طحف أنا محبه جدا فالمشروب هنا مصدر هايل للبروتين بخلاف إنهما فيهوش دهون المشروب كان بيحتوي عن نسبة عالية جدا من الحديد فالمشروب من الحاجات اللي بتعالج الأنمية والسبانخ طبعا والسبانخ بالتالي الفيتالينز اللي فيها وحديد وكده فأنا حاست إن ده يعني تشكيلة غزائية يعني فيها قيمة غزائية عالية أنا أصد ممكن مثلا نحط مع ده برضو فسوليا فروزن بسلة فروزن شباة جزر لو حبين يعني عادي ولا مش هتلي مش هتلي شكلها مش هتلي شكلها بيقول بسي هو الجزر والبسلة والحاجات دي مع بعض في حاجات تانية فلسامبوسك الهندي أو كده بيدخلوها مع البطاطس وكده فلسامبوسك لكن يعني أنا عملت دي بالطريقة دي عشان أعالي من القيمة الغزائية ومن أكثر حاجة ليا طعمها بيبقى حلو جدا يعني نسيت أقول كمان أن السبانخ والبصل وكده لازم تحط عليها ملح وفلفل وجسط الطيب جسط الطيب من الحاجات اللي بتليق جدا مع الخلطة دي فبتديها نكهة ليحة حلو قوي ترجمة نانسي قنقر